سبع الخير زيارة مطابعين في تحليل فاني السباحي لشركة وينزر بلوكر هيدومه لكم كاريماك دي اليوم 29 أوليو 20 و 21 و هنتكلم مع بعض فيديو بتاني عن أسعار الذهب طبعاً دبعاً 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 اتباع جورم باور رئيس ماجلس الاحتياطي الاتحادي لهجة تميلة للتيسير النقلي مشيراً الاستمرار ووجود المزيد لفعله طبعاً قبل البدء في تجديد السياسات بينما قدم الدولار الضعيف والمزيد من الدعم للمعدن الأصفر خلال طبعاً تدولات أمس بلا كان عندنا مجموعة من بيانات الهمة ولكن كان أهمهم على إطلاق قرار الفايدة الأمريكي اللي جيب نتيجة تثبيت لفاصل 25% ونهارده في تصوير مجموعة من بيانات الهمة أهمهم عن ناتج جمالي المحلي الربع السنوي للربع الثاني الولايات المتحدة الأمريكية المتوقعة لـ 8.5% دي كان تعمل بياناتهم من الأخبار ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف التشارت وقعاتنا لي على مدار اليوم النهاردة زي ما حدوك شايفين الأداء الكبير الإيجابي في نهاية اليوم بعد تصريحات جيرون باول والمستمرة خلال تدرات صباحية لليوم النهاردة أداء إيجابي على اليمئية على السعر على الفلاتريند وتقاط والمتوسطات سعر الأعلى ثبات السعر على نقطة المحورية لـ 1215 ولذلك المجال مفتوح تماماً لاختبار مرة أخرى لـ 1223 الهناية الكسرة هيفتح المجال للـ 1232 وراها الـ 44 مرة تانية الاتجاه الأكثر توقعاً هو الاتجاه الإيجابي والده يتحقق بكسر الـ 1223 علشان يروح للـ 32 وراها الـ 44 السناريو الآخر المعاكس يتحقق بكسر الـ 1208 علشان يروح للـ 1202 وآخر نقطة عند الـ 1794 وبكده أعزائي المتابعين يكونوا صرنا لنهاية الفيديو وبأتمنى لكم أكيد نيوتاد والآمن وبشكركم على حسن من تبعيدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته